بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة نستكمل المثال على الموازنة الشاملة المطلوب السادس والأخير كيفية أعداد موازنة العمل المباشر Direct Libre Budget تعتمد على علاقة اللي قلنا عليها قبل كده كمية الإنتاج في احتياجات وحدة الإنتاج من العمل المباشر طبعاً احتياجات وحدة الإنتاج من العمل المباشر دي قد يسمى ساعات مطلوبة للوحدة وطبعاً كمية الإنتاج اللي بتيجي منين من موازنة منطلحها من موازنة الإنتاج لما ضرب دي يديك إجمالي الاحتياجات من العمل المباشر يعني إجمالي الساعات إجمالي الساعات كلها تنضرب معدل أجر الساعة تديني تكلفة العمل المباشر أو الأجور المباشرة هنطبق المعدد دي في شكل الجدول اللي هاتي قدي نموذج الأولاني الأربعة تربع وإجمالي السنة ككل كمية الإنتاج اللي احنا طلعناها من موازنة الإنتاج 2700 وهكذا وجمعناهم احتياجات الواحدة من العمل المباشر دي كانت معطى اتنين واضرب يديني احتياجات الإنتاج أو إجمالي الساعات اللي هنا إجمالي الساعات اللي طلعناها 5400 وهكذا نضربها في معدل الأجر للساعة كانت 6 معطى يديني تكلفة العمل المباشر نفس الكلام بالنسبة للمنتج الثاني كمية الإنتاج اللي احنا جبناها من موازنة الإنتاج كانت في المطلوب الثالث نجمع نضربها في احتياجات الوحدة كانت معطى بتلاتة أنني عليه احتياجات الإنتاج أو إجمالي الساعات هنا مذاعد معطى أجر الساعة كانت 6 يديني تكلفة العمل المباشر إيه ب Iraq إجمالي الساعات وإجمالي越 allemaal إجمالي الساعات لحد هنا خلصنا النميزيق الثاني زي ما عملنا النميزيق الأولاني بعد كده إيه إجمالي الساعات لو رجعنا في منتج الأول كان إجمالي ساعاته كان 5 ربو مية في الربع الأولاني بركز الربع الأولاني طيب لو جينا هنا إجمالي ساعاته في الربع الأول أيضا 12 900 لو جمعنا الرقمين دول يطلع لي 18 300 وهكذا بالنسبة للاربع الأخرى طيب إجمالي تكلفة العمل في الربع الأولاني أيضا كانت في النموذج الأولاني كانت تكلفة العمل المباشر أو الأجور بشرة 32 ربو مية في النموذج الثنين كان تكلفة العمل المباشر 77 ربو مية لو جمعناهم يطلع لي 109 800 وهكذا بالنسبة لكل ربع